اختطمت ورشة عمل الحوار السوداني السوداني بالقاهرة والتي جاءت بعنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع حول سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية توصل المشاركون إلى توقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار مع ختم أعمال ورشة العمل السياسي السوداني التي استضفتها القاهرة تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع جاء المؤتمر الصحفي بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة الورشة ناغست كثير من القضايا القضية الدستورية كقضية محورية القضية بتاعت المهام الفترة الانتقالية القضية بتاعت هياكل الحكم الفترة الانتقالية القضية بتاعت الشباب والمرأة وإثهاماتهم في مجالات الصورة المتجددة وكذلك قضايا النازحين واللاجئين وكل القوى الموجودة الحوار فعال وطلع بمخرجات ممتازة أولا أن اعتمد الوسيقى الدستورية لـ 2009 اعتمد الحوار المتصل دون إخصاء أحد في السودان في الفترة العصيفة وضع معايير معينة لاختيار الحكومة والرئيس الوزراء وضع معايير معينة لاختيار رئيس الوزراء والمجلس التشريعية ورشة العمل تعقد وسط تطلعات لأن تمثل من برن سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج لحلول فاعلة وذات تأثير في المشهد السياسي السودانية كانت مناقشات سودانية سودانية حرة تناقشنا حول مستقبل المرحلة الانتقالية وكذلك ما بعد المرحلة الانتقالية النقاشات كانت نقاشات حرة وشفافة ومباشرة وصريحة لا أسميها نتائج وربما هي خارطة الطريق للفترة الانتقالية وتمهيدا إلى الانتخابات التي حتى تأتي بعد الفترة الانتقالية طبعا تم مناقشة باستفادة غضايا الانتقال ومعايير تشكيل الحكومة المغبلة والآلية أيضا أفتكر الفترة الفترة دي ما كانت في آلية لتشكيل الحكومة والآن نحن توافقنا على أنه سيكون في مجلس أو هيئة تتكون من مئة فرد هي التي سوف تقوم بهذا الدور وفي أجواء من التوافق الوطني السوداني السودانية وقعت القوى المشاركة في الورشة على وثقة التوافق السياسي بهدف تحقيق طموحات جماهير الشعب السودانية رامي محمد التلفزيون المصري